اشتركوا في القناة وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الحصة التدريبية للمنتخب ثم وجه سموه كلمة للعبين حتهم فيها على بذل أقصى جهد وتقديم أفضل مستوى ممكن في المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث مؤكدا سموه على أهمية هذه المباراة في تعزيز حضوظ المنتخب في مشوار التأهل مشددا على ضرورة التمسك بالروح القتالية والإصرار من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البحرينية وأضف سموه أن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني عالية وأنهم قادرون على تقديم أداء مميز أليق بمكانة الكرة البحرينية معربا سموه عن تقديره للجهود التي يبدلها الاتحاد والجهازين الفني والإداري في إعداد المنتخب الوطني لهذه المرحلة المهمة وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن العمل الجاد والتحضيرات المتواصلة يعكسان الرغبة القوية في تحقيق نتائج إيجابية تتواكب مع تطلعات الجماهير البحرينية كما دعا سموه اللاعبين إلى التحلي بالثقة والروح العالية والالتزام بتعليمات الجهاز الفني التي تشكل مفتاح النجاح في هذه المباراة معربا سموه عن ثقته في أن تقف الجماهير خلف المنتخب ودعمه في كل خطوة مشجعا اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق النتيجة المرجوة وإسعاد الجماهير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر